هنروح لكرة لدي السيدات كان فيه مباراة مبارح مفوط تتلعب مع نادي الترسانة بسبب سوق الأحوال الجوية لجنة المسابقات بقادرة كابتن سعيد عبد المنعم قررت تأجيل المباراة وهيبلغوا ناديين إمتى المباراة هتتلعب طبعا فريقنا متصدر ترتيب المجموعة الأولى برسلية 30 نقطة بعد الفوز في كل مبارايته فوزنا على مركز شباب ششة الأنعام ذهبوا عودة ترسانة ترسانة طبعا عودة أجل زي ما قلت لحضراتكم منتحد الشرطة الرياضي منوف الرياضي هولوليدو 6 أكتوبر سموحة طيران الشمس طبعا فريقنا هو حمل اللقب السنة اللي فاتت والحمد لله معاهم ثلاث ألقاب من السنة اللي فاتت دوري العمومي بطولة منطقة القاهرة كأس مصر كابتن يحي يوسف يعني بيحرص على الفترة دي لأن احنا جايين بقى على الجد الجد يهو المجموعة بتاعتنا هناخد ثلاث فرق المجموعة التانية هناخد ثلاث فرق هيبقوا ست فرق نخش في الجد بقى والمعمعة مفيش ماطشة هيتعوض بس كابتن يحي يوسف دلوقتي فرصة أن يشارك كل اللاعبات يحافظ على قوام الفريق الحمد لله يعني يحاول المصابات يرجعوا هو ده الفكري بالطبعه كابتن يحي يوسف لو هاتما نعرف معه المبرات أو الترسانة المتأجلة اللي هي في الجولة الحداشر وأكيد هنقول لحضراتكم فورة إعلامنا أو فور إعلام النادي الأهلي بالمعاد الجديد بعد الدور ده هنروح لدور المباراة بقى الجد الست فرق الخطوة اللي بعد كده في دوري المحترفين طيب خلينا نروح لكرة السلة رجال كرة السلة رجال هنلاعب كأس مصر خلاص طوينا صفحة المرتبط مستر جوستي بوش بيفكر في اللي جاي عندنا مباراة الترام في دور الستاشر في كأس مصر مباراة مهمة جدا 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 لأنه خلاص أنت محتاج تطلع بعد بطولة مهمة تطلع وتستعيد عفيتك بسرعة الكرفي ما نزلش وبعد ما نخلص المباراة دي هنلاعب من في دور التمانية الفائز من الجياد وجزيرة الورد طبعا زي ما قلنا لحضراتكم نلاعب خلاص فرحت وانبسطت ودنيا جميلة بس عجبني الفكرة عجبني الشغل خلاص طوينا الصفحة أفلنا اللي فات ده طبعا مستر أجوستي مش الحقيقة نفسه عرف كان بيحطي في جيبه ولكن هنسأله لما يكون معنا ويعني زي ما بقول لحضراتكم أنه الفريق حتى الآن فاس بثلاث بطولات بطولة القاهرة بطولة العربية دور المرتبط اللي راهي الناس كتيرة طبعا مهيب مهيب طبعا اللي خد أحسن لعيب أو أحسن شويت تلاتة بونت عندنا عمر طار اللي خد أحسن لعيب ارتكاز تحت الحلقة سيف سمير أدى دور كبير جدا أحمد حمدي نجم عمر زهران رقمزيرو اللي في الصورة طبعا دي حاجات عظيمة طبعا مهيب احنا عايزين نسأله برضو يقصد بيه بخمسة أنا أتسور إنه خمس بطولة لي مع النادي الأهلي دي خمس بطولة لي مع النادي الأهل ويبدو أنه رقم خمسة أصبح رقم محبب لجماهير النادي وإحنا طبعا عايزين تحصل خمس بطولات يعني رقم خمسة ده يعني اللي عايز يفهموا يفهمهم زي ما يفهموا ولكن هو المقصود بيه أنه بتهيئ للمهيب أو يفسروا زي ما يفسروا إنما أنا أوقع ان المهيب أصده دي خمس بطولات لنه لأن مهيب من ساعة منضم لنادي الأهلي تلت بطولات مع مستر أجوستي ودوري مرتبط على ما أتذكر أو دوريين مرتبط هو ده يعني تاريخ أو البطولات اللي حققها مهيب مع الفريق طيب هنروح للمطشاط اللي بعد كده عندنا دوري السوبر دوري السوبر هيتعامل ازاي الستاشر فرقة اللي بيلعبه الدوري الممتاز بعد ما تم ترتيب من التاسع من التاسع للستاشر من آسف ومن الأول للتامن الأول هيلعب الستاشر فكره ده فكر حلو يعني ان الاتحاد السلة قالك ادخل كمان التمانية اللي بيلعبه على ترتيب الملاكز ادخلهم في دوري السوبر عشان يبقى فير اناف يعني ايه فير اناف يعني اللي خدت تاسع قريب جدا من التامن فانت لما التاسع تديره فرصة تانية مع التامن انه نعوض ولعبه بيسته في سريه هتيجي بص ممكن تلاقي ان التاسع دخل بقى في دوري السوبر والتامن رجع تحت على تحديد الملاكز فده فرق نفس الكلام مع السابع والعاشر يعني ده بيد نوع من انواع العدالة انه برضو ممكن انت كنت في فترة المباراة اللي فاتت مش متوفق المباراة دي تتوفق فده نوع من انواع العدالة احنا هلعب مين هلعب فرق القناة وبالمناسبة ده كان نفس مباراتنا او نفس دور الستاشر في مباراة الدوري المرتبط لعبنا القناة مباراة رايح جاي وعلى فكرة بيستوفسري طبعا او الافضل في 3 مباريات فريق القناة فريق محترم جدا لعب مباراة كبيرة على ملعبنا ولما رحنا هناك على ملعب نادي القناة اللي هو ملعب هاي قناة السويس بالإسماعيلية يعني أحرجونا جامد وفازوا النصف الأول كانوا فيزين 33-30 يعني فريق القناة فريق محترم أتصور أن مستر أجوشتي بوش هياخد مباراة الترام استعداد جيد للقناة لأنه خلاص يعني أنت داخل بعد مباراة القناة هتخش في سوبر رايح جاي رايح جاي رايح جاي مبارايتين يعني هتلعب 14 مباراة وبعد الـ 14 مباراة هتلعب بقى أدوار الإقصائية اللي هو خلاص بقى جد الجد مش هيبقى فيه وقت فطبعا كل ما تاخد ترتيب متقدم أول في التصفات بتاعت السوبر ده هي رايحة جدا في بلي اوف هتبقى سكتك سهلة أو سكتك مريح نوعا ما إلى الفاينال وده يديك مور تايم وعداد أكتر وكلام ده كله أتصور أن كل الحسابات دي أكيد فيه عقلية وزهن الجهاز الفني بكادة مستر أجوستي بوش والحقيقة أنا عايز يعني أشيد بالجهاز الفني والتناغم الجهاز الإداري طبعا بكادة كابتن ترى الغنام نشاط الرياضي الحقيقة اللي مدي الدعم وكل الفريق عايزين نقف جنب لعبتنا أنا عايز أقول لكم أن تومسون حتى اللاعب المحترف يمكن البعض يعني بيقول أنه ممكن يكون فيه لعبين أفضل منه ولكن الحقيقة أنا شايف أنه بيؤدي أداء كويس يعني لعب حط في مباراة الفاينال 19 نقطة يعني سكورة عالية حاطة عامل أسست عامل عامل مستر أجوستي بوش مقتنع به اللاعبين أنا الحقيقة بحس أنه بيحطوا سكوره بدون مبالغة بدون افتعال بدون تأثير بيلعب فرقته بيلعب نفسه يعني تومسون من وجهة نظر الجهاز الفني هو الأقدر في الفترة دي وإحنا وطالما الجهاز الفني مختار وطالما هو لابي استشارة النادي الأهلي كل الدعم ليه لأن نخلي بالكم برضو نادي كبير نادي جماهيره كبيرة أكيد كل تعليقات وكل الكومنتات أكيد بتوصل لتومسون وإحنا وراه وإحنا بندعمه لأنه الحقيقة حتى الآن لم يخزلنا الراجل اللاعب معنا بطولة العربية ملعبش بطولة القارئة لأنه كان مصاب لعب بطولة العربية الراجل الحمد لله لعب من طراز بطولي يعني يقدر في المتشاط المهمة لا يفقد أعصابه متزن مفيش تيرن أوفرز يعني حتى الكرة تقطعت منه في نهاية المباراة فاول ثم فاول ثم فاول يعني مش إحنا لابنون كل خبراء اللاعبة اللي بيقولوا يعني تومسون لعيب أخطاء قليلة لعيب من طراز بطولي يعني ما بيتهزش في المتشاط الجامدة فإذا طول ما هو لابس تشيرت النادي الأهلي كل الدعم وكل التوفيق ليه لأن الحقيقة أيضا لعيب جيد بدليل أن الدوري الإيطالي كان عايزه السنادي واتمسك بوجوده في النادي الأهلي